السلام عليكم مساعد الخير أنا مساعد سورين ناطق رسمي باسم فريق الرجل الهلاني هذا شرف لي كبير أنني توليت لي المهمة هذه أني يكون ناطق رسمي ديال واحد الفريق من أعرق الفرق المغربية اللي عنده إنجازات الصعيد الوطني والقاري كذلك ومنساش كذلك الشكر الجزيل السياة عزيز بطراوي اللي يوضع فيها التقالي كان بدي أني نخرج يعني جزاب ديال الإخوان وكان نرحب كذلك بالزمالة والصحفيين الإعلاميين الإخوان ديالنا من أحبابكم كان الجزاب ديالنا استطرحوا فسأل أولا تعلاش ناطق رسمي ديال رجال بدأو وخش كنت عوحل يوحكا صحية درت واحد عملية جراحية وكل حمد لله أمور بخير وآخير فخطة العمل ديالنا إن شاء الله إنه واحد خطة عمل بدنا واحدة استراتيجية اللي هي أننا نقاو دائما في تباصل على الإخوان والزمال الإعلاميين اللي غادي نمدوهم بكل معلومة معلومة ولكن معلومة تكون مصادر موطوقة اللي أحكد عليها المصادر موطوقة بعيدة على الشبهات ديال الإشاعات وديال الأخبار الزالفة باش إن شاء الله نديروه تفيد وننشي ببعيد بالفارق هذا لأننا ما ديش تخدموا وين رجال موطوقة لنظرنا الرجال غادي نخدموا كورة المغربية وغادي نكوننا صفراء للمغرب ديالنا لأن الحمدو الله كل شيء الآن ادنا موجود يخصنا غير تستطيعوا التفيد بيكون تأذر والباب ديالي را نحتوي حنا دائما دونك إن شاء الله غادي نعلنوا على واحد اللقاء صحفي وغادي ننبرمجوه وغادي ننتصلو به إن شاء الله حقرب عجيلا شكرا لكم ومرأة الأخرى شكراً للزمالات والزميلات اللي معنا في المكتب لأن تشوفوا وجوه جديدة وجوه طاموحة وجوه اللي بغت خدمات الفاريق لأن برجمان مكتبش عليكم وسمحني يلطوط فاريق الرجاء البيللوي كان في كومة كان في الإنعاش الحمد لله بالمجهود السياعزيز والمجهود الإخوان التقام التقنيك والحمد لله الأمر ربما تأخذ المجهود لها وفي المدينة إن شاء الله قد يقوله في هذا الموسم بإذن الله وفي طبيعة الحال بالتعاون دينا معكم والتعاون معنا حتى نتوه شكراً لكم جزيلاً تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لمتان سبورتس نظرة جديدة للصحافة الرياضية